قالت مصادر إعلامية إن مرشح اللحوثيين عبدالسلام هشول فشل في إزاحة القياد المؤتمر يحي الراعي اليوم السبت في انتخابات غير معلنة مسبقا لتجديد هيئة رئاسة مجلس النواب المنقسم بين الصنعاء وعدل وفاز الراعي بفارق ثلاثة أصوات فقط عن النائب هشول المنحدر من محافظة صعدة وتشمل الانتخابات أيضا ملأ مقعد النائب الجنوبي الملتحق بتحالف الحكومة الشرعية ناصر باجيل الذي سيحل ما كانه على الأرجع عبدالبارد غيش المنحدر من مدينة عدن وتسعى الميليشيا الحوثية إلى إزاحة كل من تبقى من رجال الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح للدخول بمفردها في أية تسوية قادمة اشتركوا في القناة